اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى ان تكون على دراية بشيء ما عندما تقترب من الماء تعرف باسم وحوش النحر لانها تأكل اي شيء يدخل في طريقها يهاجم التمساح ويمسك بفرائسه عندما يقترب منها اكثر من خمسة اقدام يسحبه الى الماء ويغمره ويتناول الابقار حيوانات كبيرة وبسبب هذا فانهم يدخلون في مرمى عديد من الحيوانات المفترسة التي تحاول اطلها التمسيح حيوانات ناجحة للغاية تم بالفعل تسجيل العديد من هجمات التمسيح على الابقار في بعض الاحيان تمكنت التمسيح من القتل واحيانا لم تقتل تكيف حواس الحيوانات المفترسة للتسهيل سلوك الصيد فتظهر المفترسات سمات مثل الاسنان الحادة التي تعزز قدرتها على استياد الفرائس تتلك هذه الحيوانات ايضا اعضاء حسية حادة للغاية تساعدها في العثور على الفريسة المحتملة لذلك الحيوانات المفترسة استراتيجيات مختلفة لمطاردة فرائسها والانقضاض عليها وقتلها ويتم تحديد ذلك من خلال تركيبتها الجسمية وسرعتها وخفة حركتها وكيف تقتل او تصيب فرستها كما يلعب الموطن الذي تعيش فيه ايضا دورا في كيفية قيام المفترس بالصيد قد تهاجم التمسيح العملاقة الابقار البرية وتدور بينهما مواجهات شرسة تعتبر التمسيح من أشرس وأخطر الحيوانات المفترسة على هذا الكوكب سبق لك أن رأيت التمساح من عاجل مصر هتعتقد أن البابون يستطيع تحرير نفسه من التمساح إذا كنت تحب الأحداث العنيفة سمر في مشاهدة بينما ننتقل إليها مباشرة هجوم التمساح على الحمار الوحشي عندما يحاول عدد قليل من الحمير الوحشية عبور النهر يعترض تمساح مفترس أحدهما بينما يمسك آخر بذيله لكن الحمار الوحشي لا يزال قادرا على الهروب من الماء الحمار الذي تم القبض عليه في منتصف النهر ليس محظوظا يهاجم عشرون تمساحا قطيعا من الحمير الوحشية أثناء عبور النهر في حين يقع أربعة من الحمير الوحشية في مرمى تلك التمسيح الشرسة يحاول الحمار الوحشي النهوض لكنه لا يستطيع تواصل التمسيح جنونها في التغذية بينما يتخلى الحمار الوحشي عن القتال ويريح جسده تمسطياد حمار وحشي من قبل مجموعة كبيرة من التمسيح أثناء هجرة المرة من الواضح أن الحمار الوحشية كان مرهقا من الهجرة الطويلة وكان وحيدا وبالتالي أصبح هدفا سهلا لأكبر التمسيح في أفريقيا التمسيح حيوانات شرسة وخطيرة قد تتربص بالأبقار البرية عند اقترابها من النهر وتهاجمها بلا رحمة وذلك كما هو مواضح في صورتنا المصغرة ترجمة نانسي قنقر